وموضوع لم ينتهي مع خصائية العلاج الترويحي بالفن التشكيلي أستاذة نورا الأحمدي أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك تكلمنا بالحلقة السابقة عن العلاج لذوي الاحتياجات الخاصة بالنسبة كيف بنعالجهم بالفن الترويحي اليوم موضوعنا عن الأطفال الأطفال اللي عندهم مشاكل صحية مشاكل نفسية وطرق العلاج بالفن التشكيلي أول حاجة الأطفال طبعا من فئة المجتمع الكبيرة واللي ممكن يستفيدوا من العلاج بالفن التشكيلي بصفة أكبر كمان لأنهم عندهم طاقة عالية عندهم استفادة من مهاراتهم لأنه الطفل لسه في طور تعليم فممكن نستغل زي ما يقولوا ممكن نستغل أكتر أنه نستخدم معهم العلاج بالفن التشكيلي والترويحي في نفس الوقت يكون في حركة وفي أيضا أعمال فنية بتحب زي لحالات عن حالات يعني حالات الطفل اللي بيكون هايبر اكتف أو عنده فرط حركي بتحسي أنه العلاج بالفن التشكيلي ممكن يدي نتائج إيجابية معه طبعا هما فئة برضو اكتشفنا أن نسبتها كبيرة في السعودية واستخدمنا عليهم تقنيات معينة بالألوان والأقلام الصغيرة وكيف أنه يعمل نعطوهم تمرين معين كمثلا تلوين مساحات صغيرة جدا عشان تعلمهم التركيز تعلمهم التركيز تعلمهم الصبر لأنه عنده فرط حركة يبغيروه يعمل حاجة بسرعة تشتيت انتباه لا حبيبي لون المربع التاني مثلا لون الدائرة لون النقطة أشياء صغيرة ودقيقة وفي نفس الوقت هو تخليه يركز فيها ويلتحيق شوية يخف نشاطه النشاط اللي عنده طيب والحالات الأخرى غير فرط الحركة إيش أكتر الحالات اللي بتجيكي بتحسي إنه العلاج بالفن التشكيلي بيفيد في حالاتهم طبعا أنا بحاول أركز أكتر شي على أطفال بشكل عام أطفال المجتمع كلهم محتاجين إنه يصير فيه عندهم تفريغ للطاقات هذا أول حاجة تاني شيء الحالات التانية المرضية اللي نكتشفها مع المعارض كبيرة تحت اسم مؤسسة فنور ونكتشف فيها للمجتمع ليش بشكل عام ونكتشف فيها حالات كثيرة من المجتمع إنه فعلا عندهم مشاكل وسأهاليهم ما كانوا عارفينها مثلا ممكن نكتشف فرط الحالات وقلة التركيز ممكن نكتشف أطفال توحد اللي ما اكتشفوا ممكن طفل عنده مشاكل زي تبول أثناء النوم أو مشاكل عدوانية أو غيرة مع الأخوان هذه كل الأشياء نكتشفها ونحاول برضو أنه نعطي خطة للجيل الأم أو للمربي إنه يعالجها ممكن أعرف إيش قصتك بكلمة نكتشفها يعني كيف ممكن شخص يكون عنده توحد وهو ما اكتشف إنه عنده توحد وكتشف عن طريق العلاج بالفن التشكيلي للأسف عندنا أهالي كتير ما بيودوا أولادهم لما يعني يشوفوا من زوي مثلا عنده توحد من زوي أو عنده حركات لا إرادية بيكررها بشكل مستمر أو كلام بيكرره يخجر أنه يوديه الدكتور أو حالة دينايل ممكن هو خجل أو زي ما قلت دينايل اللي هو إنكار للحالة وما بغد يصدق الأم دائما ما بدا تصدق أنه ولدها عنده مشكلة نفسية أو عنده مشكلة مرضية كلنا نبغى يكون أطفالنا كاملين وإن شاء الله الكل يكون أطفالهم فعلا كاملين والمرض طبعا دائما بنقول لهم ما هو عيب هو امتحان من الله وأكيد الطفل اللي بيكون عنده مشكلة صحية بيكون مميز في حاجة تانية فعلا غالبا الأطفال هدول بيكون عندهم خاصة متلازمة داون أيضا عندهم موهبة مجالنا نحاول نكتشف هذه الموهبة لما نحاول نكتشف الموهبة بنحاول ننميها الطفل في هذا الطور اللي هو من بداية ثلاث سنوات يبدأ من ثلاث سنوات وما فوق إلى مثلا سن البلوغ هذه المرحلة فيها تنمية تنمية للمهارات بشكل عام تنمية للمواهب تنمية للحركة للمخ للدهن هذه مرحلة نمو ففي مرحلة نموه هذه نستغل كل حاجة من القدرات الطفل فإنه غالبا برضو الأطفال هدول يكون عندهم حب للموسيقى مثلا أو حب لتنفيذ حركات معينة كالرقص أو المشاركة في مسرح ممكن يشاركوا في مسرح دخلهم في مجالات كثيرة كالبيع والشراء هم عندهم قدرات ذكاء معينة يختبروا فيها الـ IQ يختبروا حسب الـ IQ حقهم يدخلوا في مشاريع معينة يمكن يرفضوها تفيد المجتمع يعني توجيه الموهبة أو الحاجة اللي هو قد يبدأ فيها أنتو بتوجهوا الأسرة فعلا بنوجهه في نفس الوقت بننمي هذه الموهبة يعني هي مو بس أنك توجيه تنمية واستمرارية في الموضوع ومتابعة هذا الشيء لأنه مستمر ما حينتهي طيب شخص طبيعي ما عنده طفل طبيعي ما عنده أي مشاكل يعني لا إعاقة ولا عنده أي مرض أو مشكلة بس عنده قلة تركيز في المدرسة يعني دائما تيجي شكوى من المدرسات في النوت حق والنوتبوب أنه هو ما بيركز ما بيركز أو حتى في الحفظ أو يعني عنده ضعف زاكرة في الحفظ هل ممكن دي الحالة تتعالج بالفن التشكيلي؟ فعلا ممكن تتعالج لكن قبل ما نعالجها لازم نعرف إيش السبب السبب لأنه الطفل ما يركز مثلا أنه هو مثلا يشوف عنف الأسري موجود في البيت أو يشوف مخانقات ما بين الوالدين أو مثلا غيرة برضو موجود في حاجة مشكلة في البيت أصلا في الأساس فهو لما يروح المدرسة ما هو قادر يركز لأنه العاقل مشتت ما هو قادر يركز في الكلاس ممكن تكون هذه واحدة بالمشاكل ممكن مشاكل أخرى يكون الطفل عنده مثلا مشكلة في الايكيو برضو بس هذه الأم برضو لازم تنتبه نسبة الذكاء نسبة الذكاء لازم الأم تنتبه تعرف أنه أي طفل ممكن يكون معرض لأنه يكون عنده نسبة الذكاء منخفضة أو مرتفعة لازم تفحص وتفحص